تقليص التحويلات نحو الخارج لإجراء عمليات الزرع الكبد هو ما تسعى إليه وزارة الصحة رفقة صندوق الضمان الاجتماعي بالشراكة مع عيادات بلجيكية حيث استفاد سبعة أطفال من عملية زراعة الكبد خلال السنة الماضية نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى إنشاء وحدة وطنية لزرع الكبد عند الأطفال تكوين أطباء الإخصائيين تثمين التعاون بين المؤسسات وخاصة العسكرية منها مثل مستشفى قسنطينا العسكري الذي انجز سبعة أمليات زرع خلال 2019 فنحن نعمل سويا على التكفل الأنجع بالمرضى والتقليص لتخلص فرد سواء لترانش لين قلصنا كتر من 90% في العشر سنوات الأخير التكفل بالأطفال وتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي هو ما ينتظر من الطرف البلجيكي ليتم نقل الخبرات والكفاءات إلى الوطن ويقلص عدد الأطفال المحولين إلى بلجيكا والذين بلغ عددهم 15 طفلا خلال السنة الجارية نقترب من عشر سنوات من الشركة وهي شركة لتطوير زرع الكبد عند الأطفال وقدمنا للجزائر رفقة مجموعة من الجرحين وأطباء الأطفال ومخضرين لنبين أهمية هذه الشركة بالنسبة لنا فخلال السنة الفارطة استقبلت عيادة سان لوك ببلجيكا أكثر من 15 طفلا لزرع الكبد عملية زرع الكبد عملية معقدة تسترزم كفاءات مهنية ومعدات طبية وتوفر الأدوية حتى يستفيد أكبر عدد من الأطفال الذين هم بقائمة الانتظار من العملية التي تخلصهم من ويلات المرض